التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الافريقي لمكافحة الفساد سينابو ديكاتي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع الموافق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد وأكد مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد مشيرا إلى أن أحد أهم الممارسات المهمة التي تبنتها مصر في مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي